بدأت مزارع المانجو في الإسماعيلية في جاني التمار ويستمر موسم الجاني حتى نهاية شهر أكتوبر القادم وخلال تلك الفترة تستقبل الإسماعيلية مئيات الزائرين يوميا لشراء مانجو الإسماعيلية الفاكهة الأشهر في الوطن العربي تتربع المانجو الإسماعلاوي على عرش الفاكهة في فصل الصيف في مصر بلا منازعة وتدخل في تنافس مع المانجو الصعيدي والتي تطرح في الأسواق قبل شهر من حصاد الإسماعلاوي بداية من منتصف شهر يوليو تبدأ مزارع المانجو الإسماعلاوي في جاني ثمار المانجو وحتى نهاية شهر أكتوبر وخلال تلك الفترة تستقبل الإسماعيلية مئات الزائرين يوميا لشراء المانجو الإسماعلاوي الأشهر في الوطن العربي ويحرص العديد من الزائرين على شرائها من مزارع المانجو والتي تطرحه بأسعار مناسبة للمواطنين السنة دي طبعا المزارع بقت الثمر بتاعها كويس جدا وطبعا الثمر السنة دي ربنا ما شاء الله كريمنا جدا فيه زرع كتير وفيه مانجا اسمعلاوي بدأت هي تبشر بقالها خمس أيام دلوقتي وطبعا عندنا أنواع كتيرة زي العويس والفص العويسي وعندنا طبعا السكر الأبيض اللي هو ملك المانجا وعندنا طبعا السكر الأخضر والسكر الممتاز والزبدية والطيمور وهي الفونس طبعا الناس بتحب الأنواع اللي هي المصرية عندنا المزارع بتتميز بالأنواع المصرية القديمة اللي هي موجودة وطبعا إحنا عندنا موضوع الثمر بنسمح للوافدين والزوار أنهم يقطفوا بمانجا تحت هاشتائج تعالوا اسمعالية علشان خاطر نسمح لكل الناس أنها تشوف مزارع المانجا وتشتهر محافظة الإسماعيلية بإنتاج أنواع محلية من ثمار المانجو مثل السكري والزدة والعويس والصديقة والهندي والملوكي وطيمور والتبسة بالإضافة إلى الأصناف الأجنبية منها الكت وانعومي وتومي إتكينز وياسمينة وسينسيشن وشارة المحافظة بالمانجو ذات الجودة العالية نظرا لأن المحافظة استوائية والمانجو من الفواكه الاستوائية اشتركوا في القناة